السلام عليكم الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعده النهار ده معدنا مع حلقة جديدة من برنامج نص ساعة لقلبك في خلال نص ساعة إن شاء الله هنخاطب قلبك زي ما تعودنا في كل حلقة مع سؤال في العادة أنا متوقع أنه بيأتي لقلبك في العادة سؤال في العادة بيحيرك سؤال في العادة بيحتاج إجابة حد إجابك هل هي إجابة مستفيدة عشان قلبك يرتاح في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى النهار ده السؤال المصيري اللي دايما الناس كتير جدا بيسألوا بس في العادة اللي بيسألوا هو اللي بيبقى واقع في الحاجة ديت هو السؤال البسيط اللي بيقول ليه ربنا كتب علي المعصية طبعا اللي بيسأل السؤال ده في العادة هو بيكون أصلا واقع في هذه المعصية واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل معصية ما خمر مخدرات زينة أي شيء فإذا مثلا حد يكلمه يقول والله أنا أعمل إيه ربنا كتب علي كده أو يكون بيسأل السؤال بشكل آخر بيقول هو ليه ربنا كتب علي كده ليه ربنا كتب علي كده إحنا طبعا بنفترض إن السائل ده هو دلوقتي بيعمل معصية لأنها لسه في آخر الحلقة أقول لكم لو كان بيقول نفس السؤال ده بس بعد ما تاب هل تفرق ولا مش هتفرق لا هتفرق كتير بس لازم تتابع معي الحالة للآخر ليه ربنا كتب علي معصية على فكرة سؤال مشروع لأن ربنا اللي كتب كل شيء إحنا نؤمن بذلك إن ربنا قدر كل المقادير جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة معنى كده إن ربنا علم أنك أنت تعمل معصية ديت وفعلا قبل ما يخلقك كتبها عليك لكن هنا دايما السؤال لما بيجي السائل ده بيسأله إحنا بنسأله وإنت بتسأل السؤال ليه يعني إيه هو غرض السؤال لأن غرض السؤال حيفر معاه في الإجابة ليه؟ لأن أنا دايما بسأل السائل دوت هل سؤالك دوت يبقى المطلوب منه أنك أنت بتبرر لنفسك المعصية ولا أن أنت عايز تستفهم عن الحكمة ده سكة وده سكة وده ليه إجابة وده ليه إجابة لو كان السائل من نوع الأول اللي هو بيسأل وسؤاله في الحقيقة مش عشان يستفهم إنما سؤاله عشان يبرر وده فارق كبير لأن الأولاني اللي عايز يبرر هو ده مش واحد عايز يتوب مثلا وكده لا ده عايز يقول أنا وضعي كده وقبلوني كده مش ربنا اللي اختار لي كده خلاص أنا على وضعي لغاية ما ربنا يهديني زي متكلم واحد يقول لك مثلا إيه طب تعالى صالي يقول لك ربنا ربنا يهديني كونوا بيقول إن ربنا كتب علي المعصية أو بيقول إن ربنا يهديني حصل لي كلام ده حق لكن هو عايز يوصل بيه الباطل ودي معنى كلمة يقول لك كلمة حق يراد بيها إيه باطل يعني هو بيقول كلام حق ولا ربنا أراد إنه يهدينيه دي فعلا وربنا فعلا اللي كتب علي المعصية لكن هو عايز يوصل لإيه هو عايز يوصل من ورأة ذلك لباطل إيه هو الباطل عايز يوصله العايز يوصله على مليش دعوة أنا مليش دعوة أنا ربنا اللي كتب علي كده وأنا هعمل إيه أنا هفضل كده على طول ولو لقيت نفسي بكرة بقى دخلت المسجد صليتي بقى برضو ربنا اللي كتب علي كده لما يكتب لي الصالح أصلي فلو كان صاحبنا دوت صاحب سؤال المبرر اللي هو عايز يبرل نفسه نقول له لا لا إيه ده بس شوية علشان هنتنجش مع بعض واحدة وحدة هل معنى إن ربنا كتب عليك المعصية إنه هو أجبرك عليها هل معنى إن ربنا كتب عليك المعصية إنك إذن لن تهتدي أبدا واحدة وحدة بقى إن فيه تشابه مع واحد تاني قال نفس الكلام ده لكن أظن إن انت مش نفسكش تبقى شابهه أبدا تعرف أول واحد قال نفس الكلام بتاعك ده كم مين فكر كده أول واحد قال نفس الكلمة ديت هو إبليس نفسه إبليس نفسه لما ترك السجود لآدم عليه السلام وعصى الله سبحانه وتعالى وأبى أن يسجد أبى واستكبر لما ربنا سبحانه وتعالى قال يعني أبى واستكبر كانوا كافين لما ربنا سبحانه وتعالى عتبه في ذلك وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كان رد إبليس إيه بعد ما عرف أنه خلاص مش هيسجد واضطرد من رحمة الله وتع قال ربي بما أغويتني بما أغويتني في الهات التانية قال فبما أغويتني يعني يقول لربنا أنت اللي عملت فيها كده أنت اللي أغويتني عايز يقول أنا مليش دعوة أنت اللي عملت فيها كده طيب السؤال هل ربنا شاء أن إبليس يفعل ذلك؟ نعم لكن هل أكبره على ذلك؟ لا هو إبليس الذي اختار أن يسجد لآدم هو الذي اختار أن يعصي الله سبحانه وتعالى شكرا بقول لك خل بالك الكلمة دي إمامك فيها إبليس وقول لك مين كمان قال الكلمة دي؟ قال الكلمة دي المشركين وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء إيه رأيك؟ هم بيقولوا كده في سورة النح قالوا لو شاء الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء عايز يقول إيه؟ يقول كلمة حق يراد بيا باطل مش ربنا اللي بيشاء كل شيء؟ آه طيب هو ربنا لو شاء ما كناش أشركنا عايز إيه يعني؟ عايز يقول أنا ما ليش زنب أنا ربنا خلقني كده وعمل لي كده إنت ليه بتقولي يا توب أصلا؟ وبالتالي دي مصيبة كبيرة فأنا بحذرك بالكلمة دي لو أنت بتبرر بها المعصية بل أهل النار نفسهم حيقولوا كده علشان يحاولوا يطلعوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني يا رب انت اللي كتبت علينا الشقاء هنعمل إيه؟ طلعنا بس وإحنا هنغير إيه؟ الوضع على طول فحذر بنا المسألة الأولى أنا بقولك بس أنت كلمتك دي بتشابه كلمة مين عشان تبقى أخذ بالك أنت ماشي بأن يسكة لا تبرر لنفسك المعصية بهذه إيه؟ بهذه الكلمة إحنا قلنا إن الكلمة دي حق يراد به بطل في العادة ليه لإن صاحب الكلام دي إذا كان بيبرر هو بيحاول يجل نفسه مخرج ويقول لنا مليش زنب ربنا اللي عمل فيها كده تمام طيب إحنا نسأل سؤال تاني هل أنت تعرف ربنا كتب عليك كمان شوية؟ طيب هو كتب عليك الآن المعصية وإنت عايز تقول لنا مليش زنب طب كمان ساعة كمان بكرة بعده هل أنت تعرف ما الذي كتب الله عليك؟ أنت لا تعرف طب إيه رأيك أنك أنت؟ ترمي السجارة وتقول ربنا كتب لي أن أنا نرمي السجارة إيه رأيك أنك أنت تغد بصرك وتقول أنا ربنا كتب لي أغد بصري جرب كده جرب دلوقتي لو أنت ماسك سجارة ارميها وقول ربنا كتب لي كده هي هي صح؟ جرب أنك أنت يعني ما تفرجش على الفلام إباحية وقول ربنا كتب لي أن أنا ما تفرجش على الفلام إباحية هي هي أنت ما تعرفش إيه اللي تكتب في الجاي طب أنا ماشي لغاية دلوقتي آه ربنا كتب عليك كده بس أكبركش طبعا بس أنا معرفش إيه إيه حصل بكرة طب تعال أقول لك حاجة هتفهمني كويس أنت دلوقتي فقير أو مريض أو جعان هت هل تقدر تقول نفس الكلمة هتقول مثلا أنا فقير دلوقتي أي فقير بيعمل إيه حاول ينزل يشتغل تكسب يقول لك ربنا يكرمنا نسعى يا عبدو نسعى معاكل الجو بتاعهم ده ليه نزل يشتغل هو فقير دلوقتي كان ممكن يقول نفس الكلمة أنا فقير وربنا كتب عليك كده هو ما بيقولش كده في الفقر بينزل ويروح يشتغل ويحاول يبقى غني طب هو ليه بيحاول يبقى غني ما أنت ممكن تقول له مع رياخ أنت ربنا كتب عليك الفقر خلاص بقى خليك كده أنت ليه بتشتغل بيقول لك محاجة عارف بكرة يحصل إيه ممكن أن يبقى غني ممكن ربنا يكرمني هو أنا لازم بيبقى كتب عليها الفقر طول حياتي طب ما أنا ممكن الدنيا تتغير معايا أنت ليه أخي ليه أخي بحسست أن أنا الفقر ده مكتوب علي بص هو نفس الشخص ويحاول يكتهد ويسعى وبتاعه ويقطع نفسه علشان عنده احتمال يبقى غني صح؟ سعى أنه يغير الواقع بتاعه وما تحجكش أنا طالما ربنا كتب لي دلوقتي فقير يبقى أنا هفضل طول عمر إيه فقير لما ربنا يكتبني غني حلق نفسي غني الواحدي مش كده؟ لو دلوقتي مريض هل هو بيقول مثلا ربنا كتب عليها المرض أعمل إيه؟ هلأس فيش حاجة أقدر أعملها؟ خليني كده لو ربنا كتب لي الشفعة الشفقة ولا بينزل للصيدلية وبيروح لطبيب وبيسعى النوة يتداوى وبيعمل حمية غذائية وبتاعه بيسمع كلام الدكتور يقول لك يا أخي يمكن نخف تقوله الدكتور بيقول مرضك ما يعني صعب يقول لك محدش عارف اعمل لعلي وخلاص يمكن أخف وابقى كويس أنت ليه أخي وأنا مكتوب علي المرض ما يمكن ربنا كتب لي الصحة أعمل لعلي ده أنت لوجعان لوجعان هتقوم تبص في التلاجة يمكن ماما نسي حاجة من الغداء تقول يمكن تكون نسيت حاجة كده ولا كده عملت اللعلي وفتحت التلاجة ما لقيتش حاجة في الآخر بس عملت اللعلي اللي عايز أقوله أن أنت دايما في أي واقع بتعيشه مش راضي عنه بتسعف تغييره ومش بتتحجج بالواقع ده أنت لو مش بتذاكره بكرة الامتحان شوال خلاص أنا كده كده ما ذاكرتش وربنا كتاب لي ما ذاكرش وإلي يحصل يحصل بتقتل نفسك مذاكر يلت الامتحان يا أخي يمكن بكرة ألقت كلمتين يمكن بكرة فتكر حاجة صح هو ده نفس الكلام يعني أنت ليه فاهمها في كل حاجة كل حاجة كل حاجة فاهم القدر صح مع ده فاهم القدر صح في الفقر في المرض في الجوع في المذاكرة لكن في المعصية أعرفش ليه نعمل بتقفل في الهتة دي يعني دي الوحيدة اللي نعمل بتوفيها بتفهمش صحيحة ما تعرفش إيه بينزل عليك كده إيه مش عايز أقول بس سوايا أنت بتفهمش في الهتة دي شوية ليه لأن انت في الحقيقة انت مش مقتنع بليه انت بتقوله انت في كل مرة كنت بتفر من قدر الله إلى قدر الله والحقيقة أن ربنا كتب عليك دي هو اللي كتب عليك دي لو انت بقيت غني يبقى ربنا كتب لك تبقى غني لو انت بقيت صحيح ربنا كتب لك انك تصحيح طب ما انت دلوقتي في معصية ما تروح للطاعة يبقى ربنا كتب لك انك طائع ما تروح للهداية ويبقى ربنا كتب لك الهداية النبي عليه الصلاة والسلام قال عمله اعمله لما الصحابة قالوله السؤال دو قالوله علامة العمل مش ربنا كتب كل حاجة نشتغل ليه قال اعملوا كلهم ميسر لما خلق لها اشتغل بس انت وربنا يفتح لك الابواب ان اهل الجنة كتبوا من اهل الجنة وبعمل اهل الجنة سيعملون وان اهل النار كتبوا من اهل النار وبعمل اهل النار سيعملون يبقى انا اعرف من اين انا من اهل الجنة والنار حسب اللي يتيسر لي لو لقيت ربنا ميصر لي عمل اهل الجنة استبشت انا من اهل الجنة لو لقيت نفسي ميصالي عمل أهل النار أكتئب ممكن أن أهل النار لذلك أنا بحاول دايما أغير حالي من أن أنا بعمل عمل أهل النار أن أنا أحاول أعافر عشان أغير العمل ده لعمل أهل الجنة مش هتحجج واتبرر بالإيه وبرر بمعصية يبدأ صاحبنا اللي إحنا بنقول بنقوله خلي بالك بلاش السؤال يكون في الاتجاه ده الاتجاه أن أنا ببرر لكن أنا ممكن أحترم السؤال الثاني إيه هو السؤال الثاني اللي هو بيقول لك ليه ربنا كاتب على المعصية مش بيبرر ده الراجل كويس هو عايز يفهم أنا مش ببرر أنا حتوب يا سيد أنا حتوب بس هو ليه برضو حصل كده اللي جابه على أدوات على محورين المحور الأول أنت ليه بتنقل الموضوع اللي ربنا على طول ليه مش بتتهم نفسك في الأول أنت دلوقتي بتعمل معصية مثلا زنا عدى سيئة إباحية سجاير مش يمكن أنت اللي فاتح الأبواب على البحري وبعد كي بتقول لأنا ليه وقعت طب ما أنت السبب ما هي واضحة جدا واحد بيمشي مع بنات هيوصل لإيه واحد متساهل في النواة يتفرج على نتفليكس ومش عارف إيه وصل للعدة السيئة ما هو لازم هيحصل كده واحد صحابه كلهم بيشربوا سجاير وهم صمم يفضل معاهم يقول لأنا ليه ربنا كتب علي السجاير ما هو سؤال مش منطقي النبي عليه الصلاة والسلام قال درب الله مثلا صراطا مستقيم صراط مستقيم الدين صراط مستقيم على جنبي صراط أبواب مفتوحة وعلى الأبواب سطور مرخاة زي ستاير كده خفيفة أويان ممكن تعمل كده تفتح على طول على رأس الصراط داعي يدعو يقول ادخلوا الصراط ولا تعوجوا تراش كده ولا كده وعلى الصراط بقى يعني في الأول فيه داعي بيقول لك خش وعلى الصراط بقى فوق ماشي معاك على طول بقى داعي آخر إذا أردت أن تفتح بابا من الأبواب قال لك لا تفتحه لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه خش على طول فقال النبي عليه الصراط الصراط هو الإسلام والأبواب حدود الله والسطور محارم الله والداعي في أول الصراط هو القرآن القرآن بيقول لك خش بس مش بيتابعك القرآن خلاص بيديك المنهج خش خلاص فضل هذه السكة هي واضحة والداعي المعاجبة على الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم ضميرك كل ما تيجي انت عارف انت عارف انت عارف مع صحابك وانت عارف أنت بتمحها غلط وعارف هي سكة سهودة خلتها وحشة لما تيجي تقع تقول لي يا رب عملت فيها كده ما انت اللي فتحت تمشي مع بناته وبتاعه ولبسه وتروح الأماكن اللي فيها اختلط وفي الأماكن اللي فيها عري وتحوم حول الحمة تيجي لما تقع لي يا رب عملت فيها كده ليه طبما الدنيا واضحة ايه بايد عن الأبواب سد الأبواب سد الأبواب وبعد كده ان شاء الله مش هيحصل يبقى العيب عندك تقولش يا ربنا اه لكتب عليك بس انت السبب ايه بايد عن الدنيا تسلك معك عادي خالص ممكن واحد تاني يقول طب انا كنت قاه في الأبواب موقعت برضو ده برضو انا احترم السؤال ده ليه ربنا عمل فيها كده نقول لك خد بالك احيان اه انت كنت قاه في الأبواب بس وقوعك كان ليه سبب تاني خالص ايه السبب التاني عادة انسان اللي هو كويس يقع علشان ربنا يريد ان يربيه ليه احيانا يا جماعة بس ده بيحصل عادة في اللي ماشى في الطريق الى الله بقاله مدة وبدأت تظهر عليه امراض معينة كتير من الناس بيمشي في طريق ربنا مدة بيقى في أول الطريقة يا رب فقر ومسكنة ورب الحقني وانقذني وهديني وبتاع بعد فترة بيحس انه تمكن من طريق الهداية بقى لي مدة بصلي بقى لي مدة بصوم بقى لي مدة داعية الشيخ العلامة بيبتدي يتكل على نفسه بقى شوف حالة الفقر الاولانية دي بدأت ايه تقل 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 كل ما يتمكن من الطريق الى الله كل ما ينسحب منه بصات الفقر ويبتدي بصات العجب والاي والنظر للنفس الشوية صاحبنا ده من رحمة ربنا بي انه بيجي في وقت بيوقع وقعة ما بيقعهاش واحد منحرف أصلا ليه وقعة بنقول كده زفت ما يتخلش اقول انا اعمل كده مستحيل وقعت وقعة هو ما يقدرش يقولها لحد ده انا ما ينفعش تقل ان انا عملت كده خالص طب الوعى دي ليه الوعى دي عشان ربنا يربيك عشان ترجع له تاني بقى نضيف بقى من الاول وقت تعرف ان انت ملكش غير ربنا تعرف ان العجب ده لازم تلحق تلحق قبل ما يتلحق يا ربنا ادراكك كده وانت لسه حي كممكن تحصل لو انت في سكرات الموت يا ربنا رحمك انه لاحقك كده ايه في الاول تمام ديك مثال كعب ابن مالك صحابي جليل بتاع هتقول عليه كلمة لا مفيش كلام طبعا ده واحد نمرة واحد بس هو مرة حصله كده مرة مش هنقول بقى ان هو انحرفه كده لا مش عجبه وجاء بس كده ايه صارت دوادر مرض بسيط كده بس مرض بسيط لكن لان ربنا بيحب كعب المالك ربنا تربيع علي قوي كعب نالك وطلع غزو التابوك كان بيتجهز الغزوة كده كل الناس كانت تجهز هو بقى كان يعني خد وقت وشوي كان يعني طول شوية في التجهيز وكل مرة يسلعين ناس بيتجهز وخلاص الناس طالعه النهاردة هو يقول أنا قادر على أن أتجهز وألحق بالجيش أنا 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 قادر أن أتجهز وألحق بالجيش كل شوية يقول أنا قادر أن أتجهز وألحق بالجيش قال حتى خزلني الله تعالى وقعت ليه لأن كعب ابن مالك كان بيعني كان حصل نوع أو درجة من الاتكالية على النفس تكل على نفسه شوية بس فربنا سبحانه وتعالى قدر ان كعب مالك ما طلعش الغزوة خالص تعرف يعني ما طلعش الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من اكبر الكبائر كبيرة من الكبائر كعب ابن مالك يوعوع عزي دي اه ويع معا اتنين زي هلال ابن اوميا مرار ابن ربيع والاتنين شهدوا بدل سبحان الله طب ازاي طب تعالوا نشوف اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده ان كعب مالك فيهم رسالة ربنا والاتنين فيهم رسالة ربنا تابوا توبة ما لقاش مثيل خمسين يوم بكاء ده مبدئيا خمسين يوم بكاء لدرجة ان من شدة توبتهم ربنا اللي نزل توبتهم بنفسه وقالها بنفسه سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين ايه خليفوا الايات اللي انتوا عارفينها كعب المالك بعد المعصية صار افضل من كعب المالك قبل المعصية وده اللي بتفهمه تسيبك باللي فتح الأبباب ده لا بكلم التاني بقى اللي هو أبباب مقفولة بس حصل له شوية كده أمراض بوادر أمراض في قلبه ربنا صحة تعالى أراد انه يربيه وصدقني النوع ده من المعصية بترجع منه أفضل مما كنت قبل المعصية بتترقى لو فهمت رسالة ربنا لو فهمت وإلا بيكون ربنا بقى الحالة التانية الأسوأ إن ربنا بيفضحك وبيوظر حياتك عندنا نوعين والنوع ده اللي هو بقى له ما شاء الله كويس بقى له مدة قدام الناس بقى له مدة وكده وقع وقع وحشة اللي هو على الوحشة دي إما يكون فيك خير فربنا بينقذك أو تكون إنت فيكش خير ربنا يظهرك فدايما حاول تفهم بسرعة وتستدرك بسرعة وما تقولش ليه ربنا يعني ما تطولش في السؤال يعني كفاية كلام إيه كان خلاص يعني موضوع بسيط كعب المالك ما عادش يقول ليه رب عمل في كدر كعب المالك ده أنا شهدت المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام ده أنا شاعر النبي عليه الصلاة والسلام ده أنا جامد جدا أقلش الكلام ده خلص نفسك خلص نفسك وفهم زي كعب المفهم تاب إلى الله بكاء ندم عودة إلى افتقار ناسة خلاص الاتكال على النفس ده لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بكاء 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 لغاية ما رجع كعب بن مالك قدوة للعالمين لدرجة ربنا سبحانه وتعالى سمان صادق في القرآن حاجة ما كدش هتحصل له لولا المعصي دي سبحان الله ربنا قال في سورة التوبة يا أيها بعد ما قال له وعلى الثلاثة الذين أخلفهم هم كعب وصحابه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابع عليهم ليتوبوا إن الله والتواب الرحيم يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا إذا أبقى مع الناس دي دولا لسه عاملين كبيرا ما الكبير آه خليك معهم خليك معهم لأنهما بعد التوبة بقوا قدوة للعالمين فهموا لكن لو أنت بقى من نوع التاني اللي مش هيفهم آه أنا أخاف عليك لكن أنا بحاول أفسر لك ممكن ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك المعصيين اللي يريد أن يسمع دعائك يسمع ابتهالك يسمع تضرعك يذهب من قلبك أمراض أمراض العافية كده العافية في الطاعة حتى لي أمراضها لازم واحدة كده عشان إنساني يعود إلى الله سبحانه وتعالى كفضل ما يكون طيب نفترض قلتلك في أول حالة هقولك حالة تانية بقى لو أنا بقى بقولي الكلام ده بس بعد ما تبت هل ينفع؟ ينفع أن أنا بعد التوبة أقول ربنا اللي كتب علي المعصية بس بعد ما تبت ينفع؟ أوه ينفع الله إيه الفرق؟ الفرق لو أنت قلتها أثناء المعصية عايز تبرل نفسك أقول لك ما ينفعش ليه إن أنا معرفش بكرة يحصلين ممكن بكرة تتوب لكن لو أنا تبت خلاص تبت خلاص ومعصيدي من زمان وحصلت ويجي واحد يقول لي بيعيرني مثلا يقول لي أنت كنت بتعمل ويش عارف يقول والله ده حاجة ربنا كتب علي والحمد لله أنا تبع علي ينفع أقول كده ينفع والموضوع ده حصل ما بين سيدنا آدم وسيدنا موسى نفس الواقع ده سيدنا موسى عاتف سيدنا آدم ربنا بيحكي موقف حصل بين آدم موسى في السماء عاتب موسى آدم قال آدم أنت أبو البشر أخرجتنا من الجنة بمعصيتك حديث صيح وسيدنا آدم رد عليه رد رائع فقال يا موسى في كم تجد الله سبحانه وتعالى كتب التوراة قال قبل خلق السماء الأرض بأربعين سنة قال فهل تجد فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال فكيف تلومني على معصية كتبها الله علي قبل خلق السماوة والأرض قال النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا على كلمة موس آدم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني أقام عليه الحج يعني ما شاء الله قال له كلمة خلاص ليه لأن آدم بيقول الكلام ده إمتى بعد ما تاب بعد توبتك ينفع تقول على المعصية اللي أنت توبت منها أنا ربنا كتب علي لأن ده حقيقي حصل وخلص هل ينفع أنا أرجع أتوب منها أرجع بالزنم خلاص ما خلصت لكن فهاشقول وانا جواها عشان كده العلماء بيقولوا يمكن الاحتجاج بالقدر على المصائب وليس على المعائب يعني على المصائب المعصية بعد ما توبت منها بتعتبر زي المصيبة زي ما سئدك تكسرت ينفع تقول زي ما هتقول ربنا اللي كتب علي إيه دي تتكسر هي زيها هتبقى المعصية بعد التوبة بعد التوبة شبه أن يدك تكسرت زمان خلاص حاجة ما ينفعش أرجع ما ينفعش ترجع ما ينفعش أصلحها فهنا دي بالنسبة لك المعصية بعد التوبة بقت شبه لإيه المصيبة ينفع أقول ربنا كتبها علي لأن أنا توبت تمام لكن ينفع وانا جواها أقول إن ربنا كتبها علي علشان أبرر أقول لك لا لا ينفعش عشان كده دا معنى كلام أهل العلم يحتج بالقدر في المصائب العدد وليس في المعائب العيب اللي أنت جواه اطلع منه ويبقى ربنا ما كتبوش عليك اطلع منه ويبقى ربنا هداك عشان كده سيدنا آدم أقام الحج على ما كانش ينفع سيدنا آدم يقول الكلام دا وهو بيعصي مثلا لكن هو تاب وربنا قال له أن أتوبت عليك فتلقى آدمه من ربيه كلمات فأيه تاب عليه إنه هو التباب الرحيم عشان كده آدم عليه السلام حجته كانت أقوى من حجة موسى عليه السلام وبكده حاولنا يعني النهار دا بشكل إجمالي أفهمك يعني إيه الكلمة دي لما تقولها وإنت جواه المعصية حالتها إيه مبرر ردت عليك لأ مش ببرر أنا عايز أفهم حكمة ربنا قلتلك ممكن يكون أنت السبب وغالبا أنت السبب ما تلمش ربنا على حاجة أنت الفتح كل أبوابها أو لا دا أنا كنت كويس ما عرفش وقعت لي برضو ردت عليك وإم تقدر أقول الكلمة دي بتقصح قلناها يبقى إحنا النهار دا حاولنا نريح قلبك في نوص ساعة في السؤال الحائر دا ليه ربنا كتب علي معصية استهدنا السؤال الجاي حالة الجاي في قناة مودة ربنا يبارك فيكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد عليها الآن أستغفرك أتمو إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر